بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا النهاردة يا سيدة أنا أعدت أتأمل في حياتنا إيه من الأشياء اللي ممكن لو عملناها في حياتنا ممكن تساعدنا كتير على إن إحنا نعيد ترتيب حياتنا ونصل إلى حد الاتزان وجدت أن من أهم الصفات اللي ممكن تساعد الإنسان على الاتزان شيء مهم جدا جدا وهو الاعتدال اللي هو إيه الاعتدال الاعتدال هو إن الإنسان يترك الإسراف يترك الإسراف اللي هو الإسراف اللي هو تجاوز حد الاعتدال بقول كده ليه لأن في الحقيقة الواحد لما بيتعود على الإسراف ما بيقاش الإسراف ده يعيشه في حياته فقط في مسألة الأشياء المادية لكن ممكن إن كمان يتعود على الإسراف كمان في الأشياء المعنوية وهي نفس الحكاية وينشأ ناشئ الولدان فينا على ما كان عوده وأبوه فينشأ الإنسان على إن هو مسرف في الأشياء فيأدي ذلك إلى إنه يسرف في كل شيء الإسراف يا سادة جوع للأسف وعمر ما الإسراف بيشبع حد عمر ما الإسراف أبدا بيشبع الإنسان أكتر حاجة ممكن تعرفها في الإنسان المعاصر أنه مسرف مسرف ليه؟ لأنه كتير من الأشياء في باطن الإنسان مليئة بالفراغات وهو مليئ بالفراغات فبيحاول يعوض الفراغ ده بالاستهلاك عشان فيه أكذوبة حصلت كده فهمت الناس ببساطة خالص إن الإنسان عايز يبقى سعيد لازم يبقى يحصو على الرفاه ومعيار الرفاه هو الاستهلاك والاستهلاك عندنا مش هو الانتفاع الاستهلاك عندنا هو ببساطة خالص الاستهلاك هو الإسراف كل ما زاد استهلاك الناس كل ما أسرفه وعشان كده كده توجيه الرباني وأمارنا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين لماذا لا يحب المسرفين؟ لأن الشخص المعتدل في الإنفاق المعتدل في كل شيء إلا حاصل يستمتع بنعمة الله تبو الشخص المسرف يستصغر نعمة الله يستصغر نعمة الله ليه؟ عشان كده المبذرين لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنهم تكلم على المبذرين وذكر أنهم إخوانا لشخص بعيني لمخلوق بعيني ليه الله سبحانه وتعالى لما ذكر المبذرين لأن هذا تنبي في أول الأمر علمنا إن إحنا كيف نصل إلى الحفاظ والوصول على أن نكون ليس من هذا الصنف الذي لا يحبه الله فأمارنا صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطوا إصلاف ومخيلة يعني طالما ما فيش إصراف ومخيلة أنت إنسان في الحياة للاعتدال الإصراف كان الإصراف بينزل إنسان في منزلق قدر لازم المسرف يصل إلى المخيلة يعني يصل إلى الكبر والغرور حتى في الصدقات والإنفاق المشروع منهي عن التبذير كل الأشياء منه عن التبذير يبقى إذن الله سبحانه وتعالى يقول وَأَتِذَ الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّر تبذيرا إن المبذيرين أهوب عليه إن المبذيرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الشيطان كفر بأنعم الله وكفر بحق الله عليه ليه طيب؟ لننسي نعمة أن ربنا خلقه فأسرف وانزلق إلى منزلق الغرور لأنه أسرف على نفسي أسرف على نفسي لما هو أحب أنه يأخذ الوجاهة وجاهة أنه يكون أفضل من آدم ليه آدم تسجد له الملائكة؟ أنا أفضل من آدم أنا خير منه خير منه ليه؟ ليه؟ لأننا مسرف على نفسي في التقييم ومسرف على نفسي أطلب منك المزيد فالإنسان اللي في حالة الإسراف لابد أن يستهلك كل شيء يستهلك الحياة يستهلك الأخلاق يستهلك العلاقات يستهلك حتى نفسه فالمبذرين وكمان المسرفون هؤلاء لا يستهلكون فقط الموارد ولكن يستهلكون أنفسهم ويستهلكون الأخلاق ويستهلكون الإنسان لابد أن نغير الحالة دي حالة أن نكون مستهلكين لابد أن نغير حالة الاستهلاك دي وحالة الإسراف في الاستهلاك دي عشان الحقيقة هذه الحالة لا تعبر على أننا ترقينا ولكن تعبر على أننا بدأنا في التحلل والتفكك تعالوا نتواصل في من بيننا بأن احنا نقلل من الإسراف لأن الإسراف في الحقيقة ساجع الإنسان يقع في منزلق أخوة الشيطان طب نعمل إيه؟ ببساطة خالص لابد أنه أنت بتستعمل أي حاجة من هنا ورايح تسأل عن وظيفة أي شيء بتستعمله الأمر الثاني حتى في الأكل لو سمحت وإنتوا بتاكلوا حاولوا تستطعاموا اللي بتاكلوه حاول تحس أن أنت لما بتاكل حاجة وبتعيش بلاش تتحول إلى أن احنا بنمون آلة بلاش فكرة هذا الكام لأن الأكل والطعام والشراب إذا ارتبط بفكرة الكام هيفقد الإنسان إحساسه بنعمة ربنا خلونا نبتعد عن فكرة الكام ونقترب من فكرة المعنى اللي حضرة النبي علمها لما قال حسب ابن آدم لقائمات يقومنا صلبة يعني كل ما الإنسان كان عارف المعنى ولا ورا اللي بيعمله ولا اللي بيأكل ولا اللي بيشربه القليل منه سيكفي وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين طعام الاثنين يكفي الثلاثة ليه؟ لإني بقى الكم ده بيدخل عليه معنا تاني وهو معنا المحبة فأصبح اللي احنا بنكله مضاف إليه محبة ومضاف إليه مودة ومضاف إليه يد الله فوق الجماعة يعني إيه؟ مضاف إليه إن هذا من عند الله فإذا كان الطعام ده من عند الله فيغز كم؟ يغزي الكل وهو ده المعنى اللي احنا كمان عرفناه من حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيقول لنا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطني خلوا بالكم احنا في الحقيقة لابد إن احنا نتخلص من الكمية عشان نقدر المعنى يظهر لنا في حياتنا لإن المعنى كل ما ظهر في الحياة جعل الحياة حياة إنسانية راقية وكل ما الكم طمر هذا المعنى كل ما الإنسان حس بالجوة وحس بالشراها ولكن الإنسان العاقل المؤمن المقبل على الله يعرف أن العبرة ليست بالكم ولكن العبرة بمقدار ما بين يديك من النعمة اللهم اجعلنا دائما نشاكرين لنعمتك مقبلين على رحمتك متأقنين من فضلك ومن مددك يا رب العالم تعالوا ناخد بعض الأسئلة بقى اللي من حضراتكم معنا مين أستاذ إيمان نتفضل يا أستاذ إيمان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ إيمان لو سمحت يا شيخنا كنت بس عايزة أسأل حضرتك بالنسبة لحد متوفي وطرق معنا مبلغ من المال يعني هو كان بيسرف منه طول ما هو كان عايش ولما كان موصي أنه لما يتوفى نسلمه لزوجته رغم أنه له أولاد يعني هو له ولدين وبنت كبار بس هو يعني كان وصيته لنا أنه أنا لو توفيت المبلغ ده تدو الزوجتي ولادي لأ فهل دي فيها حرمانية علينا ولا لا لا أنتو ملكمش دعوا بالمراس خالص الفلوس دي اللي هو شايلها معكم دي دي فلوس هو ملكها كان بيصرف فيها على بيصرف فيها على علاجه بيصرف فيها على أكله وشربه أيضا فهو توفي فقال حضرتك تسلم الفلوس دي لزوجته والفلوس اللي هتستلمها زوجته دي أنتو ما عليكم إلا أن انتو تدو الفلوس لزوجته بس اللازم زوجته تعرف أن الفلوس دي ما أصبحتش ملكها الفلوس دي أصبحت ميراث مدام هو مدهاش لزوجته على شكل الهبة لأنه لو كان عايز تديها لزوجته هو قال إدوها لزوجته بعد ما موت أنتو هتبقوا نفستم اللي أمركم به أن أنتو تسلموها لزوجته فأنتو هتسلموها لزوجته لكن هذه الأموال تحولت إلى تركة تحولت إلى ميراث ووصى بإيصال هذا المال لزوجته فإذا أنتو وصلت المال لزوجته وخلاص بلقت زمتكم لكن ما فيش معنى أن أنتو تروح وتقول لزوجته الفلوس دي بتاعتك وما لكمش دعوانته الفلوس دي كان يملكها وخلاص زالت ملكيته ولما تزول ملكية الإنسان بينتقل ملكية هذا المال لورسته بالخلافة يعني إيه بورسته لهم بيخلفوه في هذا المال تخلفوا زوجته فلو كان هو عنده أولادة تاخد التمن وأولاده بقى لو كان زكورة والناس أنا أخذوا للذكر مثل حظ الأنساء فحضراتكم بس تطلعوا نفسكم من مسألة وما لكمش دعوا بتوزيع الميراث الموال دي أموال تركة وهتتوزع على الميراث وما فيش معنا أن هو إيه إدوها لمراتي وما تدوهاش لولادي لا ما فيش الكلام دا مش من حقه مش من حقكم أنتوا تفهموا الفهم دا بدل لو قال لكم إدوها لزوجتي يعني إيه سلموها لزوجتي الفلوس دي زوجته لما اعتوصلوا له الفلوس خلوها تسمع لنا قلتوه لكم دا إن الفلوس دي أصبحت ميراث وتتوزع زي أموالي الميراث مدام هو مدها لهاش وتصرف وملكها لها في حياته وكان دا تصرف في حال الحياة فيتحول دا وات إلى ميراث نعم طيب عندنا تليفون المتصلة مرضيش تدخل لإن واضح إن الوضع الحساس عندها بتقول إن والدها مدي لها إراط من الأرض وإخواتها مش عايزين يدول إحنا ما زال عندنا هذه القصة اللي لازم تختفي الأب إذا كان كاتب لها دا واتبيعه شراء فده ملكها فمش من حق أي حد يمنعها من هذا الأمر أنا عارف إن هي بتسألنا وقدامها تلات حاجات الحاجة الأولانية طب ممكن تقولهم حاجة عشان يتقوا الله فيها آه طبعا إن أنتو منعوكم أختكم من مالها اللي هي ملكاة بناء على إن والدكم متدهولها وتصرف في حال الحياة دا أكل أموال الناس بالباطل بدل ولدكم نقل المال دا بشكل صحيح والمال دا تنتقل إليها فمش من حقكم اللي أنتو تمنعوها الأمر الثاني ما فيش حاجة اسمها البنات عندنا ما بتاخدش أرض لا البنات تاخد أرض وتاخد دهب وتاخد عماير تاخد أي حاجة احنا ما عندناش هذا التمييز النكد أبدا النساء كانت في عصر حادث النبي بيتعاملوا في كل حاجة بيتجروا بيشتروا بيبيعوا بيملكوا دور بيملكوا بلاش هذه الطريقة النكدة اللي فيها في الحقيقة شيء يعبر عن اضطراب نفسي الشخص أنا على طول كده أنا دائما بقول لهم كده هو يرتكب حرام وهو متراب نفسيا متراب نفسيا بسبب المفاهيم المغلوطة اللي عنده جعلت عنده اضطراب نفسي الشخص اللي بيقول البنات عندنا ويتملكش كذا كذا دا اضطراب نفسي اضطراب نفسي بسبب هذه المفاهيم المغلوطة اللي خلت الإنسان عنده نوع من أنواع الكبر ونوع من أنواع التمييز ونوع من أنواع الصغار بنا آدم قد يكون هو الأفضل لأنه هو اللي ربه هو اللي علم هو اللي ولد فكل الكلام ده ما يصحش أنه يكون موجود آخر حاجة بتقول لي لي أعمل إيه يعني احنا تكلمنا في ثلاثة قضاءة آخر حاجة وكأنها بتقول لي أعمل إيه يعني لو استمروا في ده أنا خايفة أن أنا لو أخدتي حقي بالطرق المشروعة زي القضاء أو شيء من هذا القبيل أنا ممكن أكون عملت غلط أو عملت حرام أبدا مطالبة الإنسان بحقه ليس فيه إذا كان يتعرر للظلم ولكن من الخطأ أن الإنسان يكون متعرر للظلم ويسيب نفسه بهذه الطريقة إذا كان ده مالك يجوز لكن أن أنت تطلبيه بشكل أولا طبعا أفضل طبعا أن نحن ندخل الناس العقلاء الحكماء عشان يسلحوا بينكم لكن إذا أصروا لا ده ظلم ولا يجوز أن حد يمنع حد ماله نعم أستاذة فايزة من الكفر الشيخ تتفضل أستاذة فايزة أيوة نعم أهلا وسهلا بحضرتك تتفضلي أهلا بحضرتك الدكتور عمر أيوة فانت معاك يا عمر حاجة فايزة بس أيوة أنا معاك أهو قطأت التلفزيون خلاص قفلت شطارة أحسنتي تتفضلي ماشي السلام عليكم يا عم الشيخ عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا ربنا يبارك في أمرك يا رب الله يبارك فيه بس أنا إحنا عندنا مشكلة بس مش عارفين هي العمل فيها إيه يعني أب معاه تلات سبيان وأربع بنات بس إيه بكلهم كلهم سبعة آه بس مش ويرثة لحاجة لا أنا عادي منهم الكبير منهم الكبير مريض بالسكر مم وكان آه كل ما يطلع يشتغل برا يقول له لا أنا هصرف عليك وأنا هعمل عليك فأمه قبل ما تتوفى حطت له ستين ألف في عربية ومراته بعت الدهب في العربية العربية دي كان القب دي رجلها طيب دلوقت هو الأم ميته من سنة تلاتاشر والعربية مع القب فالولد تعب قوي بدأت وقرحوا حاجات من دي فرج ليه المهم هو دلوقت العربية مع القب بس هو العربية باسمه دينته وهو واسع عليها باسم مين؟ باسم بنت ابنه بنت ابنه والابن واسع عليها كويس وبعدين دلوقت الأب عامل مشاكل مع ابنه بعد تلاتاشر سنة مراته مرات ابنه كانت بتخدمه شايله على كفوف الراحة السؤال 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 هو دلوقت مش من حق ياخد العربية يصرف منها اللي هو الابن يعني اه الابن لأنه هو دلوقت اللي العربية مكتوبة باسم بنته ايوه فانت بتسألي هل هو من حق العربية دي من حق مين؟ من حق من حق الاب ولا الابن؟ ولا ممكن تكون من حق البنت؟ البنت قاسر ما انا بس اقوله هو يعني احنا نسأل بس طيب عجابة حضرتك عجابة حضرتك سيدة فايزة لهذه السيارة باسم البنت فذا ليه مكتوب اسمها فقد نقلت اليها ملكية ملكيتها طوعية من خلال جدها ومن خلال ابوها فهي المالكة لهذه العربية كون حد بقى يكون ولي عليها ولي عليها لأنها قاسر فيكون الاب هو الولي على البنت فيستثمر هذه السيارة في مصلحة البنت فهو دات الامر الشرعي فالعربية دي ملك البنت وسنعمل على استثمار هذه السيارة لمصلحة البنت لا لمصلحة اي حد غير البنت لان هذا هذه السيارة ملك للبنت ملكية تامة وهي قاسر فلابد ان نحافظ على اموالها لانها عندها اهلية وجوب يعني قابل ان يدخل لها المال لكن ما عندهاش اهلية اداء ان تستطيع ان تبيع وتشتري فعلى الذي يمارس اي عمل على اموالها لابد ان يدر عليها الخير ويدر عليها الربح لا يعرض اموالها للخطر يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن التبذير وتكلمنا على ان احنا لازم نكون من اهل الاتزان والاعتدال كل ما الانسان كان فاهم ان مش لازم يكون الاستهلاك هو عنوان حياته مش لازم عشان يكون يحب اولاده لازم يكون الاستهلاك هو تعبيره عن الحب لكن ممكن تعبيره عن الحب ان احنا كلنا نكون في حالة اتزان ونكون شكرين لنعم ربنا ونبقى مقبلين على الله سبحانه تعالى ومتيقنين ان احنا لن نضيع لان الله سبحانه تعالى وعدنا بماذا وفي السماء رزقكم مما توعدون ووعدنا سبحانه تعالى بقوله اليس الله بكاف عبده يا رب جعلنا دائما من اهل الكفاية وجعلنا دائما من اهل الرعاية وارزقنا مددك يا رب العالمين وجعلنا من اهل الرضا في كل وقت وحين يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة